باستفسار وصلنا على بريد الصفحة في رحابي على الفيسبوك سائلة تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وزوجي في الغربة ولدينا طفلان اكتشفت أنه يتواصل مع نساء ويجرم حادثات غير أخلاقية معهن وجهته فاعترف بخطأه وأغلق حسابه أمامي تجاوزت عن الأمر لأنه يحسن معاملتي وحفاظا على بيتي لكن لم أستطع نسيانا ما رأيت وسمعت ثم اكتشفت أنه استرجع حسابه لا أدري ماذا أفعل الأمر يؤلمني كثيرا وعقلي سيجن من التفكير أرجو أنت في ديني طيب أولا يعني لكل زوجة مش بس لصحبة السؤال بس لكل زوجة في موضوع الخيانة موضوع الخيانات إحنا أسمناها خيانة كبرى وخيانة شات وكلام الشات والكلام لو هو تاب وأناب زي ما عمل وقفل الأكاونت وقفل الحساب واستغفر الله مش عمل كده واعترف لا يكابر وهو كده وإذا كانا بعمل إيه يعني ما هو هوى ونت يعني لا يكابر لا معترف وده خطأ وده كذا وده كذا وانت وجدت من نفسك فسحة نفسية وقبول وراحة أنك أنت تتسامحي وزوجك وابو أولادك وغلطة وكلنا بنغطأ ونسطر على بعض ونعين بعض أن احنا ما نعملش الأمر ده تاني خير وبرك أنا خلي بالكوا عشان نقطة ديت فيها غلط وقالنا عليها حاجات كتيرة لكن لنا ولا غير ولا مئة ألف مليون شيخ ماشي هيجي يفتيك ويقولك اعملي بما لا تغطيق نفسك أنت مش قادر محادي شقدر يجبرك أنك تكملي مع حد خاين وأنك تكملي مع زوج خاين وبيجاهر ومش في دماغ محادي شقدر يقولك كده ومش الصح أن احنا نجبرك على حاجة زي كده يقولك لا أنت كل البرامج تقولولنا وكل الإجابات تقولولنا استحملي واسبري لا محادي شقدر يجبرك ولكن بنقول لو اعترف وقال أنا مختبن وما بالنفس من شرطة أعترف بيقولك أنا آسف والأمر بينه وبين ربنا المعصية تمت في حق الله عز وجل صحيح آه خان العهد اللي بينه وما بينك آه وخان الكلمة اللي عهدك عليها بالوفاء وكذا وكذا لكن الأصل إنها معصية في جنب الله فيستغفر بينه وبين ربنا لكن مش مكابر مش هو كده وإذا كان عقم الدنيا وإذا قلت إيه لا غلط أو ينكر أو ده واحد صاحبية خد موبايلي وكان بيعمل معروف شنين تسمعي أعزان رهيبة في الزعب غد المبارق قص الشركة معرفش إيه فعم يعني كلام فاضي يعني ماشي معترفش لكن وده ومش هعمل كده تاني وجواه فعلا الندم حقيقي نعطي فرصة إن استطعت طيب ما استطعتيش مش هنعلقلك الحبل هو كده يعني لا ولا تحط في نفس الجلد ذات ونقسمة ومش أصيلة ومش أصيلة زي واحد جاي يعني في مكان ما ومزيع ما في أيا كان على القرى الأرضية يعني شايزين بس نشخصا للأمور وجاي لوحدة انضربت وتحرقت وضربها وسحلها ووقع وقق أطلها الجنين وكانت حامل وكل الكلام ده وقل اللي أنت صراحة أنا أحييكي على تربية بنتك صراحة أنت زوجة أصيل أنهل أصالة يا ابني في كده أنت بتفتنوا البنات وبتفتنوا النزافة إيه أصالت إيه يا ابني اللي هي فيه محدش يا بنتي يقدر يجبرك على أمر نفسك لا تستطيع ونفسك تعف وتقبل لكن بنقول بنقول طالما مش مكابر ومستخفر ووشتان يوزه وكذا وهو عدل الأكونت وعقفه الحساب تاني ناوي تعود تاني مش ناوي بتوبة حقيقية للأمر ونفسك مش قادرة واجهيه لكن لا تايب نحاول وندي فور طب أنا مش قادرة بفتكر بفتكر كلامه بفتكر الشات اللي شفته بفتكر مش عارفة السور اللي اتبعت بفتكر كذا اعمل ايه مش قادرة ما انتش قادرة وما انتش خلاص يستحيل معه ان كنت يتطعيه أو يبقى في نظرك زوج كذا له تقديره له كذا وخلاص نزل وحتشتميه وحيبقى فيه نوع ما تكمنش انا بقولك اهو لانها مش هتبقى حياة تقهري نفسك فيها وتعملي نفسك فيها في حاجة انت مش قادرة تعمل لكن تاني اخر حاجة لو تاب واناب ويستغفر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يفتح عليه بالتوبة اعطي فرصة انا بقولك اهو عشان الاحاسيز اعطي فرصة لقلبك ولنفسك ان هو يبين صدق توبته وان هو يعود مش نقعد كل شوية نجلده ياللي عملت ياللي سويت اجيب له النقطة من الاول وجديد معلش سامحوني انا بتقول في النقطة دي لانها نقطة مكررة وبيجينا فيها اسئلة كتير ادي له فرصة زمنية ومساحة زمنية يزبط حسن توبته وبالتصرفات الصحيحة تعوده تاني